اشتركوا في القناة اقدر اقول عشرة اجمل صفة في شخصيتك واضحة سبب اساسي تفشل بسبب الزواجات ما في سبب معين كل تجربة مختلفة عن الثانية ما في قاعدة اساسية اقصى نقد سمعتي ما كثير اثر فيني احتاج الى التركيز على راحتي الشخصية فكرة نمطية عن الفتاة السعودية تحبنا تتغير اعتقد انه في هذا الوقت تتغيرت الافكار النمطية طيب كم عملية تجميل اجريتي واحدة اللي هي خشمي اختي الاعلامية لجين عمران هي اكبر واسطة بالنسبة لي لا هي واسطة نفسية مو واسطة عمل الاعلامي البحريني خالد الشاعر حب حياتي امن القادم اجمل اللي فات حلو بس القادم اجمل صفتك رهيها في الرجل الانانية والكذب والخيانة والسي السيد اه عندي قائمة طويلة لسه كمان في اطول اقرب اعمالك لقلبك الدراما قابل للكسر واكون اولى طموحك الاكبر ما في حدود ولا في رسم معين لطموحي فلو سألتيني هذا السؤال ما في شيء قدر اجاوبه تجربتي في الزواج فاشلت بسبب هذا السبب ما فشلت ولكن هي تجربة لم تنجح ما فشلت لم تنجح ولكن اعتقد ان كل تجربة فيها سلبيتة وفيها ايجابيات اهم نصيحة متعلقة بالجمال ممكن تقدميها للبنات اه خليك انت شخصيتك وابدا ما تخافي وما تخلي احد يغير لك شخصيتك كوني انت اول شي تسوي لما تصحي من النوم اه اشرب مويا مين الاقرب لذائقتك الموسيقية احلام ولا نوال اه سراب 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 احب الاثنين بس انا اكثر لنوال صداقاتي قليلة بسبب عدم ثقتي بالناس صفة ما تحب بيها في لجين عمران اختك طيبة زايدة تاكلي بس ما تسمني ايش السر احكي كثير واتحرك كثير اكثر شي بكيكي الظلم خبر تتمني انك تسمعي في نشرة الاخبار ما اتابع نشرة اخبار تجيب لي الهم والغم التركيز الدائم على حياة اسيلة العاطفية سببه اسيل نفسها وترويجها لنفسها ولا في سبب تاني حتذكري لنا الان بالعكس انا اكثر واحدة مبتعدة عن المهاترات والقيل والقال والاشاعات ولكن اتوقع لانه من بعد ما اظهرت حياتي بالعلن في برنامج ورجعت للنقيد تماما خبيتها فصار في فضول زيادة شكرا لك خلصنا كده؟